وحول فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العالمين ينضم إلينا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من هناك محمود انقل لنا الصورة لديك وماذا عن بداية مهرجان العالم عالمين نعم بعض التحية يعني ربما الصورة من خلفي تظهر جمال هذه المدينة الساحرة كما تحدث كل الضيوف اليوم عنها وتحدث أيضا الزائرين وكل وسائل الأعلام الموجودة بهذه المدينة الساحرة انتهى المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق الدورة الأولى من مهرجان العالمين الجديدة منذ قليل ربما هذا المؤتمر يعني أعلن عن بعض التفاصيل من خلال الكلمات التي كانت موجودة بالطبع للمتحدثين ولعل أبرز يعني المتحدثين كان الأستاذ عمر الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والذي أكد على أن فكرة المهرجان جاءت يعني تتكامل مع نجاح الذي حققته القيادة السياسية في إنشاء هذه المدينة الساحرة مدينة العالمين الجديدة ووضعها على خريطة المدن السياحية العالمية وأيضا انطلاقا من حرص الشركة على دعم الاقتصاد وأيضا إثراء الحياة الفنية والثقافية من خلال عدد كبير من الفعاليات الموجودة تحدث الأستاذ عمر الفقي عن وجود فعاليات رياضية وفعاليات ترفيهية أيضا ستكون موجودة خلال فترة المهرجان وربما أعلن أيضا عن خبر هام جدا وهو متعلق بوجود مسرح سيكون أيضا داخل في المسرح الروماني وبعض الفعاليات الأخرى الثقافية بالتنصيق والتعاون مع وزيرة الثقافة ووزارة الثقافة على الشاطئ الخاص والممشى الخاص بمدينة العالمين الجديدة سيكون هناك بعض الفعاليات الخاصة ببعض الرقاصات التراثية وبعض فرق الفنون الشعبية الخاصة بوزارة الثقافة وهذا ما تحدثت عنه وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني أكدت على دعم الوزارة لهذا المهرجان وأن كل الفرق في المحافظات المختلفة والفرق التابعة أيضا لوزارة الثقافة ستشارك ببعض الفعاليات الثقافية والفنية على الشواطئ المختلفة في مدينة العالمين وزيرة الشباب والرياضة أيضا تحدث عن دعم الوزارة ومشاركتها في هذا المهرجان بعدد كبير من الفعاليات نتحدث عن بطولة كرة القدم الشاطئية ونتحدث عن كرة الطائرة الشاطئية أيضا مصابقات خاصة بالطبع ستنطلق أيضا يوم الخميس في التكبول وأيضا الجودو وبعض الرياضات الأخرى ستكون موجودة في مدينة العالمين الجديدة هناك عدد كبير من الشركاء والرعالي هذا المهرجان الذين تواجدوا بقوة خلال المؤتمر الصحفي وأكدوا على دعمهم أيضا لكل فعاليات المهرجان المهرجان ستنطلق فعالياته يوم الثالث عشر من يوليو الجاري وستستمر حتى السادس والعشرين من أغسطس القادم هناك عدد كبير من الفعاليات ستكون موجودة أيضا تم التأكيد على مشاركة عدد كبير من الفنانين من مختلف يعني المجالات خاصة أيضا في الحفلات الجنائية التي ستكون موجودة في مدينة العالمين وأيضا الحفلات الترفيهية نتحدث عن أن مدينة العالمين الجديدة بها عدد كبير من الوسائل الترفيهية نتحدث عن المنطقة الترفيهية التي يوجد بها مول تجاري وأيضا الممشى السياحي الموجود بطول 14 كيلو مترا وأيضا بعض وسائل الترفيه مثل مدينة الفنونة التي يوجد بها يعني عدد كبير من القاعات الفنية والموسيقية المجهزة بأحدث التقنيات الموجودة ونتحدث أيضا على أن سيكون هناك بعض الفعاليات أيضا في بعض الأماكن الخاصة بها عدد من الحفلات بها عدد أيضا من المسابقات سيكون هناك نجوم من الوطن العربي ومن العالم لحضور أيضا تسليم الجوائز التي ستكون في ختام هذا المهرجان يوم السادس والعشرين من أغسطس القادم أيضا سيكون هناك بعض الفعاليات الخاصة بمصممين الأزياء نتحدث عن وجود أشهر عشرة مصممين أزياء في الوطن العربي سيتواجدون أيضا خلال هذه الفعاليات ونتحدث أيضا على أنه أيضا يوم الجمعة القادمة سيكون هناك تحدي الجيل الذهبي بمشاركة عدد كبير من النجوم الكرة المصرية بمشاركة كل هؤلاء النجوم في هذه البطولة ونتحدث على التكبول التي ستبدأ أيضا يوم الخميس القادم فبالتالي نتحدث عن عدد كبير من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية التي ستكون خلال مهرجان العالمين الجديد وبالتالي سيستهدف ويستقبل المهرجان مليون زائر خلال هذه الفعاليات لتكون مدينة العالمين مدينة السحر والجمال على خارطة المدن السياحية العالمية هذه كل التفاصيل الخاصة بالمؤتمر الصحفي لإطلاق الدورة الأولى لمهرجان العالمين الجديدة عودة إليكم مرة الأخرى شكرا جزيلا زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من العالمين شكرا جزيلا لك